بعيداً عن مركزها وازدحامها وهرباً من إجراءات كورونا الوقائية وحظر التجوال المستمر منذ بدء الجائحة تجه عدد من الإسطنبوليين نحو الضواحي التي تتميز بقربها من الساحل وغاباتها وإطلالتها ما حرك سوق العقارات فيها وضعف الأسعار في بعض المناطق مثل ساريارو بيكوز وتشتالجا عند المقارنة مع السنة السابقة نجد أن ضواحي إسطنبول تحديداً شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 60% ولسيما بعد الإقبال الشرائي عقب قرار حظر التجوال وذلك للبحث عن مناطق طبيعية تخرجهم من العزلة وهو ما لوحظ عند الأتراك أكثر من الأجانب وللأمر عوامل أخرى تتعلق أيضاً بالقروض والتسهيلات المصرفية المرافقة للأزمة أيضاً تحسن العقارات في تركيا عام 2020 بعدها ركوداً استمر أعواماً تزامناً مع عزمة فيروس كورونا دفع مختصين إلى الاعتقاد بأن لها الأثر الأكبر في تحرك السوق في تركيا عموماً واستنبول خصوصاً ولسيما في المناطق المحدثة والضواحي والتي يكثر فيها نظام المجمعات السكنية لما ارتفعت إجراءات العزل شوي تدريجياً خاصة بشهر ستة وسبعة كان في عنا فعلاً ارتفاع كبير في عدد المبيعات حسب الإحصائيات كان حجم المبيعات لعام 2020 456 مليار ليرة تركي في حين كان هذا الحجم 389 لعام 2019 ففي عنا فرق وارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات بالرغم من وجود جائحة كورونا هذا دليل على أنه لا زال الطلب موجود وفي احتمالية كتير كبيرة للشراء في تركيا سنة 2020 أثرت في معظم القطاعات ربما ولكنها بلا شك وبحسب الأرقام تسببت في العكس بالنسبة لسوق العقارات إذ حققت نمواً بالربع الأخير ساهم بتعويض التراجع الذي شهده المجال على مر السنتين السابقتين وفقاً لتقرير جمعية البنائين وصناعي مواد البناء الأتراك إمساد